السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبارنا أخبار مثيرة صباح اليوم الأربعة الموافق 11 ديسمبر 2024 وأخبار مثيرة نبدأها بالعناوين رحيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك رسميا عن الفريق وأول إجراء من حسين لبيب كرة الطائرة النسر يحلق في العالمية الأهل يهزم برايا البرازيلي في منديال الأندية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي ويحقق فوزا تاريخيا مكافآت ضخمة للاعب الأهلي قبل بطولة كأس الانتر كونتيننتل ومحمد فضل يتمنى انضمام رونالدو لنادي الأهلي فمرت في الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية ومواعيد مباراة اليوم في دور أبطال أوروبا وكأس الانتر كونتيننتل في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة يعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة عاجلة مع جوزيه جميز مدرب الفريق لإثنائه عن الرحيل بعدما أبدى رحيله رسميا بعد العرض المقدم له من الفتح السعودي وكان جميز تواصل مع حسين لبيب من أجل الاعتذار عن مهمته في منصب المدير الفني للزمالك حيث تلقى البرتغال عرضا يلقى قبولا لديه ووافق على تفاصيله ويرغب في الرحيل عن الفريق للفريق الفتح السعودي ويرغب جميز في الرحيل عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بثلاث شهور من مستحقات جميز المتأخرة تقدر بشهرين ما يعني أنه سيقوم بسداد قيمة شهر واحد فقط في عقده للرحيل عن الزمالك وأما عقد العرض السعودي وفتح السعودي فهو أضعاف أضعاف ما يتقاضاه من نادي الزمالك وأبلغ جميز إدارة الزمالك برغبته في الرحيل رسميا وبشكل فوري عن الفريق بعد تلقيه هذا العرض وينوي في توديع لعب الزمالك في ميران اليوم وكان ينوي جزئة تجديد مع الزمالك لكن موقفه تغير تماما بعد تلقيه عرض الفتح السعودي نعود إلى النادي الأهلي والنسر يحلق في العالمية الأهلي يهزم برايا البرازيلي في منديال الأندية في كأس العالم في البرازيل وتحت أنظار على أرضهم وتحت وأمام جمهورهم نجح رجال الأهلي للكرة الطائرة في كتابة التاريخ بتحقيق الانتصار على برايا البرازيلي بنتيجة 3 واحد بافتتاح منديال كأس العالم للكرة الطائرة ويعتبر ذلك الانتصار هو الأول للمارد الأحمر في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية والأولى منذ نسخة 2015 وتغلب الأهلي على برايا البرازيلي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة أشواط الشوط الأول 25-23 ثم يخسر الأهلي في الشوط الثاني 23-25 ثم يعود إلى الانتصار 25-21 وفي الشوط الرابع 27-25 في مباراة مسيرة للنادي الأهلي ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فولاذ سيرجيان الإيراني اليوم الأربعاء ساعة 3 عصرا في مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة أربعة بتوقيت السعودية الأهلي في المباراة الثانية للكرة الطائرة أمام فولاذ سيرجيان الإيراني في المباراة الثانية في منديال كأس العالم للأندية لم يسبق للأهل تحقيق الفوز بأي مباراة في منديالات كأس العالم التي اشترك فيها من قبل شهد اللقاء تألق السناء محمد عصران وعبد الرحمن الحسيني بتسجيل كل منهما 16 نقطة بينما تألق أحمد صلاح نجم الفريق بتسجيل 14 نقطة ويقع الآن في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتافو نوفا الإيطالي وصيف كوروبا وفولاذ سيرجيان الإيراني بطل أسيا وبرايا البرازيلي مستضيف البطولة وتستضيف البرازيل هنافسات الرجال ومشاركة الأهل بطل دوري أبطال أفريقيا وسبق أن حقق فريق الزمالك انتصارا واحدا في كأس العالم للأندية في نسخة 2009 بينما الصفاقص التونسي حقق انتصارا هو الآخر في نسخة 2013 وتقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في البرازيل وللتوفيق إن شاء الله لرجال طائرة الأهل الذين حققوا فوزا تاريخيا على برايا البرازيل في بطولة العالم للأندية نعود إلى كأس الانتر كونتننتل في قطر وبطولات الأهل في كل اللعبات الجماعية في الطائرة وفي السلة وفي السيدات وفي كرة القدم ومكافآت ضخمة للاعب الأهلي وقد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتر محمود الخطيب ورئيس البعثة في قطر في كأس الانتر كونتننتل قرر رصد مكافآة كبيرة لللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة نصف نهائي كأس الانتر كونتننتل المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل في قطر إن شاء الله ويسعى مسؤول النادي الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في تلك البطولة التي يشارك بها الأهلي لأول مرة في تاريخه ويعمل في الوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الأسباني وقد وصلت بعثة القلع الحمراء إلى دولة قطر مساء أمس ليبدأ الاستعداد اليوم الأربعاء منتظرا الفائز من جرب الأمريكتين لملاقاتهم في مباراة نصف نهائي كأس الانتر كونتننتل وقد نجح النادي الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي بسلاسية مقابل لا شيء الجماء اللاعبة النهاردة والجهاز الفني سيقومون بحضور المباراة الافتتاحية مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي حيث يقف على نقاط القوة والضعف في هذه المباراة هذا وقد تمنى محمد فضل نجم الأهلي السابق أن يتعاقد النادي الأهلي مع البرتغالي كريستيان ورونالدو نجم فريق النصر السعودي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث قال محمد فضل في تصريحاته النادي الأهلي يحتاج صفقات قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأهلي يحتاج خمس صفقات في خط الدفاع والظاهير الأيصر وجناحين ومهاجم أتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع حمد فتحي وترزيجيه وأتمنى أن يتعاقد مع كريستيان ورونالدو وسيضيف للأهلي حال التعاقد معه فهو يلعب بقلب اسم الأهلي كبير جدا ووجود رونالدو سيفرق كثيرا مع اللاعبين تمرد في الزمالك قبل مواجهة المصري في الكنفدرالية وقد سادت حالة من الغضب لدى اللاعبين قبل مواجهة فريق المصري البرسعيدي بسالس جولات دور المجموعات في الكنفدرالية الأفريقية عيث تقدم لاعب الزمالك بشكوى جماعية لمدير الكرة بالقلع البيضاء عبد الواحد السيد فضمنت المطالبة بالمستحقات المتأخرة لللاعبين وطالبوا بالحصول على أموالهم لا سيما وأن الفريق لم يحصل على أي دفعة من مستحقات الموسم الحالي في الوقت الذي صرفت العديد من الأندية 25% و50% من عقود اللاعبين وأكد عبد الواحد السيد أن هناك وعد من الإدارة بصرف دفعة من المستحقات خلال الفترة المقبلة أخيرا مواعيد مباريات اليوم في دور أبطال أفريقيا وفي كأس الانتر كونتيننتل حيث تقام اليوم في كأس الانتر كونتيننتل مباراة بتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي الساعة 7 مساء على قناة بي انسبورت اتش دي تو وذلك هذا الفريق أو الفريقين الفائز سيواجه النادي الأهلي يوم السبت المقبل إن شاء الله أما بطول الدوري أبطال أوروبا هناك مباريات كثيرة أتليتكو مادريد ضد سلوفان براتسلافة وليل ضد شتورم وأرسنل ضد موناكو يوفينتوس ضد منشستر سيتي في مباراة قوية الساعة 10 مساء منفيكا وبولونيا بروسيا دورتموند ضد برشلونة مباراة قوية أيضا الساعة 10 مساء في دوري أبطال أوروبا في نهاية أشكرككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته